وينضم إلينا من الغطاء الشرقية المتحدث باسم الدفاع المدني سراج محمود أهلا بك سيد سراج كيف يتمكن الدفاع المدني من القيام بإسعاف وانتشال الجرحى مع هذا القصف المكثف نعم أهلا وسهلا بك أخي كريم للأسف كما تحدث سابقا الأخ الإعلامي عن التفاصيل الدقيقة التي تكلم عنها عن مجريات ما يجري داخل الغطاء الشرقية المحاصرة داخل المدن والبلدات التي تقص في جميع أنواع الأسلحة النظام السوري منذ صباح الأمس ومنذ ساعة فجر الأولى وحتى هذه اللحظات الطائرات الحربية لا تفارق سماء الغطاء على الإطلاق طائرات حربية روسية طائرات حربية سورية طائرات استطلاع ضخمة وحديثة تستخدم لأول مرة طائرات أيضا مروحية وهي طائرات منذ أكثر من ثلاثة سنوات لم تستخدم على الأحياء السكنية داخل الغطاء الشرقية نتكلم عن مئات الجرحى نتكلم عن عشرات الشهداء حصيلت لهذا اليوم حتى هذه اللحظات أكثر من 64 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء بقصر متواصل على الأحياء السكنية نتكلم عن الصعوبات التي تواجه عناصر الدفاع المدني الآن عبر عملها داخل هذه المناطق شوح كبير في المستزمات الحيوية وهي مادة المحروقات الأساسية بعمل سيارات الإسعاف وعمل سيارات الأطفال أيضا هناك استهداف مباشر ومتعمد لكوادر الدفاع المدني أيضا لدينا شهيد آخر اليوم في مدينة حارسة أثناء قيامه بواجبه الإنساني بإسعاف المدنيين جراء استهدافه بأحد القذايف المدفعية نتكلم عن المعدات المتطورة التي نفتقر لها منذ أكثر من خمسة سنوات نتكلم عن استهداف مباشر ومتعمد لكوادر الدفاع المدني وكوادر الإسعاف المتواجدة في مناطق الغطى الشرقية هل تستطيع فرق الدفاع المدني في الغطى الشرقية لديمشق تربية احتياجات الغطى في ظل الحملة العسكرية لقوات النظام رغم القصف رغم ضعف الإمكانيات وقلة الإمكانيات نشاهد هرع أبطال الدفاع المدني لمناطق وانتشال الضحايا كيف يتم ذلك؟ كما تعلمون نحن الآن نعمل منذ أكثر من خمسة سنوات بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة داخل الغطى الشرقية جميع المستزامات كما قلت لك نفتقر لكثير من المعدات المتطورة نفتقر لكثير من الأمور الضرورية لعمل الدفاع المدني كسيارات الإسعاف المجهزة بشكل كامل كان معدات تطور رفع الأنقاض وسائل الهوائية الأساسية هي أيضا برفع الأنقاض وانتشال الأطفال والنساء من تحت الأنقاض ليست موجودة داخل المراكز الدفاع المدني في الغطى الشرقية وذلك بسبب الحصار الخانق من قبل قوات النظام نتكلم عن استهداف آخر أيضا نتكلم عن النابالم الحارق لجميع الدول عندما يكون هناك استهداف في هذه المادة تحتاج لمواد متطورة لإخماد هذه الحرائق ولكن الدفاع المدني في الغطى الشرقية يتعامل معها بالأقمشة والتراب فقط لا توجد لدينا مواد متطورة الحرائق الأخرى أيضا يتعامل معها الدفاع المدني بالماء فقط هناك الكثير من العوامل ومن الأساسيات لدى أعمال الدفاع المدني نفتقر لها داخل هذه المراكز عدا عن الاستهداف المتواصل ولكن جميع الكوادر وجميع عناصر ومتطوعي الدفاع المدني المتواجدين في محافظة ريف دمشق والغطى الشرقية هم ما ذالوا الآن في الأحياء السكنية ليساعدوا ويساهموا في إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأطفال والنساء الذين يتعرضون بشكل ممنهج ومباشر للاستهداف من قبل قوات النظام من الغطى الشرقية المتحدث باسم الدفاع المدني سراج محمود كنت أريد أن أسألك قبل أن أختم معك قدرة الفريق الطبية والدفاع المدني على الصمود في وجه حملة النظام رغم كل نقص الإمكانيات ما مدى قدرتكم على الصمود أكثر ربما؟ أخي الكريم فيما مضى كنا نسعب الجرحة عن طريق الأرجوة فقط مشيا على الأقدام إما رغبان أو مشيا فقط والآن جميع العناصر وجميع الكوادر الإسعافية متواجدة داخل الغطى هي الآن تعمل بنفس الروح هذه ولكن المشافي والمراكز الطبية هي الآن تستهدف بشكل متعمد وممنهج لإخراجها عن العمل وخروجها عن الخدمة في مد يد العون للمدنيين وإجراء لهم العمليات والإسعافات الأولية التي يحتاجون لها هذه الأمور يتعمد بها النظام السوري لإخراج هذه المراكز الحيوية ولكي يتابع بإبادة هذا الشعب من جديد ويكون هناك أعداد كبيرة جدا من أعداد القتلى في صفوف المدنيين خصوصا من الأطفال والنساء نرغطاء الشرقية المتحدث باسم الدفاع المدني سيراج محمود شكرا جزيلا لك